وبالعودة إلى أخبار الحرائق ولكن هذه المرة إلى بنجلاديش حيث قضى 49 شخصا على الأقل من جراء حريق أدى إلى انفجار كيميائي ضخم في منشأة لتخزين حاويات الشحن في بنجلاديش وفق مسؤولين والحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا إلى أن عدد المصابين تخطى 300 شخص بعضهم في حال خطيرة وقال شهود عيان أنهم شاهدوا جثة لن يمتم انتشالها بعد في المنشأ الواقع قرب ميناء شيتا جونغ الجنوبي الكبير ويعمل مئات من عناصر الإغاثة على إخبار الحريق الذي اندلع ليلا في سيتا كونغ على بعد نحو 40 كم من شيتا كونغ حيث انفجر عدد من المستودعات التي تحتوي على مواد كيميائية وفق ما أفد جهاز الأطفاء للصحفيين